كمراقب هناك قفزات في أداء هيئة النزاهة بالرغم من محدودية الإمكانات إن كانت دارية، إن كانت مالية، إن كانت قانونية، إن كانت حتى سياسية يعني تحديات كبيرة، ولكن هناك قفزة، الجنب المهمة هي إيمان الكابينة الحكومية ضمن برنامجها أكون مكافحة فساد، فشكلت الحكومة جهة ساندة لإنفاذ القانون، هذا الجانب اللي هي لجنة الإسناد وهي هيئة النزاهة، هناك بنى تحتية أساساً في مراجعة القضايا منذ 2019 كانت أكثر من 12 ألف قضية، يعني كانت ماركونة تم مراجعتها وأيضاً عندما تم قبل سنة تم تشكيل هيئة العليا لمكافحة الفساد ضمن الهيئة من دارة الوقاية والتحقيقات برئاسة رئيس الهيئة والاسترداد برئاسة رئيس الهيئة، بدت تتراجع هذه الملفات وتقوم بإجراءاتها بالإضافة لذلك حقيقة هناك قفزة نوعية في الرقابة الاستباقية من عمل الهيئة وهي مو من مسؤوليتها المباشرة كانت هناك مراجعة للمحافظات، الأراضي، العقارات، تضخم الأموال بعد تعديل القانون موضوع آخر حقيقة قلنا ما أحد يذكرها بأنه بدأت الهيئة في دائرة الوقاية أن تبني قاعدة بيانات لكل مشمول بالوظائف الأكثر العرض للفساد حسب المادة 16 من القانون الهيئة المعدل ابتداء من أعلى منصب في الدولة وهو رئيس الجمهورية انتهاء بأدنى وظيفة لها علاقة بالأموال والعقود وما شابه هذه العملية بدأت تبني قاعدة البيانات ويتم ولذلك تم زيادة الواضحة في أداء هيئة النزاهة في مسألة تضخم الأموال ومتابعة الكسل الغير المشروع بالرغم من وجود فراغات قانونية كثيرة قبل أن نتحدث بالفراغات القانونية سيد سعيد هذه العملية وهذا الملف أن يقصد عملية مكافحة الفساد إلى أي مدى يتأثر بالضغوطات السياسية هل ما زالت هذه الضغوطات حاكمة مؤثرة أم لا تراجعت أمام إسرار الحكومة على مكافحة الفساد أحنا عندنا جنب تيم أحنا جنبت تعزيز النزاهة وجنبت مكافحة الفساد تعزيز النزاهة بمعنى توفير بيئة وقائية كدولة مو هيئة نزاهة كدولة اللي تقودها السلطة التنفيذية وتساندها القضاء في إجراءاته وتوفرها الإرادة السياسية في مجلس النواب هناك تشريعات تحتاج إلى تشريع يعني ومنها معطلة من سنة 2012 مثل قانون حق الإطلاع المعلومات عندنا استرداد لمصات للسنوات استرداد الأموال احنا عندنا تعطيل الرقابة الاستباقية هذه إذا توفرت الإرادة السياسية نشوفها ستشرع القوانين اللازموا كثير منها القوانين قانون العقود والمشتريات الحكومية اللي بوابة للأموال جانب الآخر الإرادة السياسية في تكليف الكفاءة والخبرة والنزال في الوظيفة العامة الجانب الثاني هو النفوذ السياسي استغلال النفوذ السياسي بشكل سلبي من أجل الاستحواذ على المال العام استحواذ على العقود على المشتريات وهكذا الآن نرى نتيجة يعني هذه من سنة يعني أنا أتحدث بست سياسيين وما شابه ولكن من سنة ولحد الآن ولذلك أتوقع وهذه أعلنها من خلال قناتكم أتوقع بأن العراق يتقدم نعم في مؤشر مدركات الفساد في سنة 23 وبشهر الواحد راح ينعلن لأن هناك مؤشرات كبيرة الحكومة طالما ماضية في عملية استناد جهود تعزيز النزاة ومكافحة الفساد أعتقد الإرادة السياسية ومن شكل هذه الحكومة عليه أن يساند الحكومة في هذه الإجراءات طيب دائما عندما نتحدث عن أموال عامة مسروقة تفتبط أيضا بتهريب هذه الأموال نشهد الآن تعاون وعقد أو توقيع مذكرات تفاهم بين العراق ودول عديدة برأيك هل هذا التعاون أتى بثماره؟ نعم حقيقة نحن عندنا فقرة في نظام النزاة الوطني تعاون دولي والعراق طرف في اتفاقيتين مكافحة الفساد وعنده أربع سكوك للجرائم العابرة للوطنية أي للحدود الوطنية التي يضمنها تهريب الأموال غسل الأموال تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات تهريب النفط تهريب السلاح هذه التهريب البشر هذه السكوك الدولية العراق طرف بها هناك إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية من خلال إبرام التفاقيات ثنائية بخصوص المخدرات وتهريب الأموال مع دولتها مع إيران مع سوريا بخصوص المخدرات هناك إجراءات في إعادة تنظيم العمل المصرفي لغرض تلبية متطلبات المنصة الدولية وما شابه هناك موضوع لا أحد ينتبه لها هي مسألة تعاون العراق من خلال مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والبنك المركزي مع مجموعة إيجموند للاستخبارات المالية لمتابعة الأموال